الحمد لله مرحبا بكم مع ويبقى الأثر لو قيل لك ما هو أفضل طريق لصرف المال وأجمل وأكمل وأغلى وأفضل طرق صرف المال بعد الموت ليبقى الأثر لنا أنفس أموالنا أغلى أموالنا أين تصرف؟ إنه الوقف ولذلك عمر بن الخطاف رضي الله عنه عندما أصاب مالا في خيبر وأعطي قطعة أرض في خيبر من أجمل أرض خيبر أتى إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم يسأله أين أصرفها؟ فأوصاه على الوقف أن يحبس أصلها وأن يسبل منفعتها أحبابي هناك بقع فوق الأرض تضيء لنا الحفرة تحت الأرض ما هي هذه البقع؟ إنها تلك الأعمال الصالحات التي أوقفناها مساجد، آبار، مصاحف، مياه أجريناها أي عمائر، مستشفيات، جامعات، معاهد أي شيء ممكن أن يحفظ أصله وتكون منفعته للمسلمين من أعمال البر وجعلنا عليه وصياً يتابعه ويرتبه ويأخذ غلاله ويصرفها في المصارف الخير معنى ذلك أنك لا تموت وأقول أصحاب الأوقاف ما ماتوا أصحاب الأوقاف ما ماتوا لأن أجورهم مع إخلاصهم باقية ولا زالت تضيء لحودهم اللهم يسر لنا وقفاً يجعلنا إذا وقفنا بين يديك من السعداء استودعكم الله اشتركوا في القناة